مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في مصر الكنانة وفي الحديث عن فضائل مصر وعن مناقب مصر وعن حال أهل مصر وعما ينبغي أن نتحدث عنه حتى أن ننشر عبير مصر وسيرة مصر وخير مصر وقد توقف بنا الحديث مع المرأة الصالحة والصاحبة الدينة وزوج الخليل إبراهيم سارة عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام وكنا قد تحدثنا عن محنتها مع جبار من الجبابرة وهي تمر بأرض مصر إذ إن هذا الرجل وشي إليه ونمي إلى مسامعه أن هناك امرأة هي من أجمل وأفضل النساء ولا تصلح إلا لك فاستدعاها الرجل وطلبها حتى تحضر إليه فقام إبراهيم الخليل يصلي عليه السلام حتى يفرج الله تبارك وتعالى الكرب ويرفع هذه الشدة وينزل رحمته ويرفع نقمته وبالتالي فلما دخلت عليه الحقيقة كان لها موقف عجيب وأمر عصيب وهو أن هذا الرجل أراد بها سوء أراد أن يقتحم عرضها وأن يقع بها وأن يلم لكن سارة عليه السلام قامت تتوضأ وتصلي وقالت تتوسل إلى ربها سبحانه وتعالى اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبرسولك وصنت فرجي إلا عن زوجي فتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالله ورسوله رسوله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام كما توسلت أيضا بعفتها وصيانة نفسها وحمايتها عن المحرمات والمآثم والمنكرات وبالتالي فهذا توسل بالعمل الصالح وقد وقع هذا التوسل أيضا في أرض مصر كما نذكر الحديث هنا في موقف سارة في مصر ولما وقع من هذا التوسل أجاب الله تبارك وتعالى دعوتها ولبى طلبتها وحقق لها ما كانت تريد ويسر لها ما كانت تطلب وتقصد وبالفعل أراد الرجل بها سوءا مرة بعد مرة قام إليها ليأخذ بيدها فصرع أو لبط أو سقط مغشيا عليه وجعل يضرب الأرض بقدمه أو برجله وهي تخاف أن يموت فقالت اللهم إن يمت يقل إنها قتلته فالرجل ترجع إليه الروح ويستعيد عافيته ويرجع إلى عادته الأولى فيجلس ويكون بشرا سويا ثم يمد يده إليها ويقوم إليها مرة أخرى ويحاول أن يلم بها وأن يعتدي عليها حتى إذا هم بذلك وأراد ما دعته إليه نفسه الأمارة بالسوء حينها سرع وسقط على الأرض وجعل يضرب الأرض برجله أيضا وقد خافت كما ذكرت سارة أن يموت فيقال إنها قتلته فتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى وقالت يا ربي إنه إن يمت يقل قتلته فتدعو الله سبحانه وتعالى فيفرج عنه ويقوم ويرجع إلى موضعه ثم يلم بها مرة ثالثة وقيل رابعة وفي كل مرة يسقط الرجل هذا الملك الجبار يسقط مغشيا عليه وفي بعض الروايات تذكر أو يذكر الرواه أن هذا الرجل كان يقول ادعو الله أن يكشف عني وأخلي سبيلك فإذا دعت الله سبحانه وتعالى وتوسلت إليه بما ذكرنا من الإيمان بالله ورسوله الخليل وأيضا بعفة نفسها وصيانتها عن المحرمات فإن الرجل بعد هذا التوسل وعقب هذه الدعوة يقوم كأنما نشط من عقال وكأن لم تكن به قلبة وكأن لم يمسسه من قبل سوء ولا أعاهة ولا آفة لكن الرجل لا يتعظ في المرة الأولى والثانية والثالثة وربما الرابعة كما ذكر بعض الرواه فلما وجد أنه لا سبيل إلى هذه المرأة وأنها قد كتب الله تبارك وتعالى لها النجاة من بين يديه وأن هذه المرأة سيحال بينه وبين الوصول إليها وأن هذه المرأة عندها ولها حماية ربانية وعناية سماوية وصيانة إلهية من قبل الله سبحانه وتعالى حينها أيسى الرجل وعلم أنه لن يمسها بسوء ولن تصل إليها يداه فماذا فعل الرجل؟ قال ناذى لحاجبه وقال أدخلتم علي بشرا أم حجر اذهبوا بها وأخدموها هاجر فأخدمها هاجر أي جعل لها هذه المرأة هاجر عليها السلام جعلها خادمة لها وبالتالي كان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وهباته لسارة عليها السلام وأيضا كان من توفيق الله لأهل مصر لأنه سيأتي معنا الحديث عن هاجر ودولها في كونها أم إسماعيل وفي كونها لها فضائل ومناقب وفي كونها كانت سببا أو كانت في جولة بناء البيت الحرام ورفع القواعد من إبراهيم وإسماعيل وغير ذلك من هذه المناقب التي سيأتي الحديث معنا فيها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى فهذه المرأة بعدما وقعت في هذه المحنة وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى واحتمت بحماه وارتمت على أعتابه والتجأت إلى الله تبارك وتعالى وهو المولى أو نعم المولى ونعم النصير حينها نجاها الله وصانها وحماها ووقاها وبدأت ترجع مظفرة معها مال ومعها خادمة وهي هاجر ومعها ما معها مما يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة كان إبراهيم الخليل يصلي وكانت سارة تصلي وكانت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه وكان الرجل يصرع ولا يستطيع أن يصل إليها كما ذكرنا لما هم بها مرارا ثم بعد هذا أذن لها هذا الملك بأن تخرج فذهبت وبلغت إلى محل زوجها إبراهيم الخليل عليه السلام فوجدته يصلي قيل كان إبراهيم عليه السلام قد كشف الله عنه الحجاب وأراه سارة منذ خرجت من البيت وإلى أن دخلت القصرة ثم ولت مدبرة أو رجعت مرة أخرى إلى موضع زوجها إبراهيم الخليل عليه السلام وكان هذا معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام فلما دخلت وإبراهيم يصلي قال مهيم أي ما الخبر فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر وأخدم هاجر أي جعل لنا خادمة وامرأة تقوم على خدمتنا وتقوم على رعايتنا وكان هذا يدل أيضا على أمرين أن سارة عليه السلام تذكر لإبراهيم أن الله تبارك وتعالى منع الشر وبعث الخير منع الشر حينما رد كيد هذا الرجل الذي أراد بها سوء والذي أراد أن يلم بها كما أن الله سبحانه وتعالى تفضل وتكرم وامتنى وتحلم وأعطى هذه سارة أعطاها خادما سيكون لها أثر عظيم وستكون لها قيمة جليلة وسيكون منها إسماعيل أبو العرب وسيكون من هؤلاء نبينا إمام الخلائق وسيد الخلق وإمام البرايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لما رجعت إلى إبراهيم الخليل عليه السلام حينها قرت عينه وطابت نفسه وهدأ قلبه ورجع إليه ما كان يخافه أو رد عنه ما كان يخافه على زوجه سارة هذه الصديقة وهذه المرأة الصالحة التي صانت نفسها وحفظت فرجها وكانت أيضا من أفضل نساء العالمين وكانت من الصالحات والصديقات اللائي دخلنا مصر ونزلنا أرض مصر ثم كان بعد هذا أن بشرها الله سبحانه وتعالى بإسحاق ثم بعقوبة وأن يكون هذين الرجلان من الأنبياء ومن الصالحين وأن يكون هؤلاء ممن تقر بهما عين إبراهيم وعين سارة عليهما السلام إننا أيها الأخوة المسلمون لا بد أن تكون لنا العبرة التي نأخذها والفائدة التي نستلهمها والدروس والعبر التي نأخذها من هذه القصص ومن هذه المواقف العظيمة ولأجل قيمة هذه القصة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من موضع في صحيحه فروا هذا الحديث قصة سارة مع هذا الجبار في مصر رواها موقوفة على أبي هريرة عن شيخه محمد بن محبوب عن حماد بن زايد عن أيوبة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا عليه ورواه البخاري أيضا في موضع آخر مختصر عن شيخه أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة بعد هذا الزهري إلى أبي هريرة رضي الله عن الأعرج الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع وهذا كل يؤكد لنا أيها الإخوة المسلمون أن هذه المواقف ينبغي أن نعيشها وأن نتعلم منها وأن نستفيد منها لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام والله تبارك وتعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فهذه المواقف العظيمة وهذه المواقف التي فيها فوائد جسيمة ينبغي أن نأخذ منها ما يفيدنا وما يقيل عثرتنا وما نتقرب به لله سبحانه وتعالى وأن نعد هذه المواقف حياة أو أمرا عملية نحققه في حياتنا ونستثمر هذه المواقف بأن نستفيد منها وأن نأخذ منها العبرة وأن نحاول تطبيقها وتنفيذها والعمل بها فإن هذا من التأسي والمراد من هذه كما ذكرنا التأسي والاقتداء والاهتداء وأخذ القدوة والعمل بما كان علي هؤلاء من صالحات الأعمال ومن حالهم مع الله سبحانه وتعالى ومن إيمان عظيم برب العالمين سبحانه وجل في علا إذا تعامل المسلمون مع هذه المواقف وعرفوا قيمة هؤلاء الصالحين وقيمة مصر وقيمة هؤلاء الذين باركوا أرض مصر وقيمة جاء الخير من ورائهم حينما وطئوا ثرى مصر وحينما دخلوا مصر حينها تبدأ الأجيال التي نعيشها الآن تعيش حياة القدوة وتحاول أن تحقق هذه الفوائد وتستفيد من هذه الحياة ومن هذه المواقف ومن هذه الأحوال الإيمانية التي عاشها الأنبياء وعاشها الصدقون وعاشها الصالحون في أرض مصر وأيضا ربما في أراضي أخرى أو في بقاع أخرى من أرض الله سبحانه وتعالى مشرقها ومغربها ومن هنا أيها الإخوة المسلمون لا بد أن نرجع وأن نعود عودا حميدا إلى الوصية بأخذ العبرة من مثل هذه المواقف وهي أن الإنسان ينبغي بل يلزمه أن يكون حسن الصلة بالله قوية العلاقة به دائما الصلة الوثيقة بربه سبحانه وتعالى كثير الدعاء شديد التوسل شديد اللهج والتعلق بأبواب السماء وأن يعلم أن الخير كل الخير إنما يكون في صلته بالله سبحانه وتعالى وأن الدنيا دار عاجلة وأنها ستمر بها به أو سيمر هو بها مرور الكرام وأن هذه أيام تنقضي وسنون تمضي وتذهب وأعمار تنفد ولا يبقى منها شيء إنما يبقى العمل الصالح ويبقى ما تتاجر به مع ربك سبحانه وتعالى فحافظ على عمرك حافظ على حياتك استثمر أوقاتك اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن عباس الذي رواه الحاكم بسند حسن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العبرة وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين نصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها